ادى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه اللورعة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك في مسجد قصر الاسخير كما أدى الصلاة بمعية جلالته أصحاب السمو عدد من كبار أفراد العائلة الملك الكريمة وعدد من الحضور استمع جلالة الملك المفدى والحضور إلى خطبة صلاة العيد التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية والذي استهلها بالشكر لله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين وتحدث فضيلته عن المعاني السامية لعيد الفطر المبارك مبتهلا إلى المولى جل جلاله أن يحفظ عهل البلاد المفدى ويرعاه ويمتعه بمفور الصحة والعافية وطول العمر ويوفقه لما يحبه ويرضاه وأن يديم على وطننا العزيز وشعبه الوفي نعمة الأمن والرخاء تحت قيادة جلالته حفظه الله وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وطاعتهم وأن يرفع هذا الوباء عن البلاد والعباد اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الحمد لله الحمد لله الذي سهل لعباده العبادة ويسر وله الشكر على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى خلق فقدر وقد تأذن سبحانه وتعالى بالزيادة لمن شكر وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المشتبى ونبيه المرتضى صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أهل السنة والأثر عباد الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيدكم عيدٌ كريم أوجب الله عليكم فطره وحرم عليكم صومه وإنه لمن محاسن الإسلام هذا العيد الذي تتم فيه الفرحة والسرور للأنام ويتلاقى المسلمون فيه بالبشر والتهنئة والسلام ويكبرون الله تعالى على ما أولاهم من الفضل وأسبغ عليهم من الإنعام قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرةً واصيلًا الحمد لله الذي منَّ علينا فأفضل والذي أعطانا فأجزل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلقنا لعبادته وتوحيده وأنطقنا بتحميده وتسبيحه وتمجيده اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اهد قلوبنا واستُر عيوبنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم شهداءنا واجعل الجنة مأوانا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمة الحق والعدل والدين اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفقه وولي عهده لهداك واجعل عملهما في رضاك واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اعد علينا شهر رمضان سنين عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وتقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال وكل عام أنتم يا خير وبعد انتهاء الصلاة بدل حضرة صاحب الجلالة مع الحضور التهاني والتبركات بعيد الفترة السعيد شاكرا تهانيهم وتمنياتهم الطيبة سائلا الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على مملكة البحرين وشعبها الكريم بوافر الخير واليمن والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والتقدم ورفع الحضور خالص التهاني وأطيب التبركات إلى جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة الكريمة ذرعين إلى البارئ جلت قدرته أن يعيدها على جلالته أعواماً عديدة بدوام الصحة والسعادة والعمر المدين وأن يوفق جلالته ويسدد خطال لواصل حفظه الله قيادة مسيلة النهضة المباركة التي تشهدها مملكتنا الغالية في كافة المجالات